طيب هنروح لكرة السلة سيدات الكابتن هابي الألفي المدير الفني لمنتخب مصر سيدات خلاص عمل كل أو استدعى لكل لعبات منتخب مصر استعدادا لتصفيات دي طبعا صورة اللعبات أو كابتن هابي الألفي المدير الفني لعبنا لعب نادي الأهل السابق مدير فني منتخب مصر سيدات واللي بيستعد لتصفيات المجموعة الخمس المؤهلة لبطولة أفريقيا أمم أفريقيا وفي سبع لعبات من نادي الأهلي تم استدعاهم مع المنتخب ثرية محمد وجانا الألفي وحبيب أبيكو ورانيم الجداء ومرأة الأشرف ونادين السلعوي ونوها شتا السبع دول من أصل 20 لعبة تم استدعاهم لمنتخب مصر أتصور أن ستة من دول هيكونوا جوه خمسة ستة خليكم فاكرين كلمتي دي أنا مش هقول أسامي بس خمسة ستة من لعبة النادي الأهلي اللي هو نص قوام المنتخب لأن قوام المنتخب يبقى 12 لعبة هم دول اللي هيكونوا بشكل كبير هيكونوا متأهلين طيب إيه قصة المنطقة الخامسة دي عشان أشرح لسادة المشاهدين الموضوع ماشي إزاي قبل ما أخش بس في المنطقة الخامسة الفرقة تتجمع في مجمع الدكتور حسن مصطفى وهيتمرانه هناك حاجة مجمع الدكتور حسن مصطفى حقيقة يفتح النفس على التمرين صالة حلوة يعني صالة جميلة تفتح النفس في المنطقة والتمرين طيب البطولة هتتلعب في أغاندا في الفترة من 14-19 فبراير اللي جاي طيب إيه قصة المنطقة الخامسة؟ في أفريقيا أو في كل العاب احنا بنصفف أفريقيا فأفريقيا بتقسمة زونز أو مناطق فالمنطقة الخامسة هي منطقة منابع النيل هتلاقيك مصر والسودان وجنوب السودان وعندك أغاندا ورواندا وكينيا وتنزانيا يعني أنا بفتكر لأن كان في فرق ما بيجيش كان في منتخبات ما بيجيش طيب كان زمان أيام أنا بلعب كان ده مش من بعيد أو يعني نقول مثلا من 2016-15-14-13 يعني وقوين تنازل كده كان اللي بينافسنا في المنطقة دي كينيا بس وكنا بنروح يعني في الرجال أنا بكلم في الرجال كنا بنروح 40 بمط في مجمع كزراني اللي هو اللي كان في نيروبي كنا نروح نكسبهم 30 بمط كنا رحلين إلى نيروبي كده نتفسح ما كنا كانت تصفية المنطقة الخمسة في الرجال كانت سهلة جده دلوقتي طبعا دخل معنا جنوب السودان وما أدرك ما جنوب السودان ودخل معنا دلوقتي رواندا في الرجال فبقى تصفية المنطقة الخمسة أصعب من تصفية كنس العالم والله زي ما أقوله كده طب هنروح للسيدات السيدات من أول ما زون 5 تنشأت كينيا جمدة جده كينيا في البنات في كرة السلة قوية جده بس احنا يعني بنقدر يعني المرتين اللي فاتوا دول أو البطولتين اللي فاتوا نوعا ما بنمشي ونقدر نكسها فالمجموعة دي أو مجموعة زون 5 هتلاقي فيها مصر وكينيا بالنسبة للسيدات طيب كان زمان الماتشاط أو الماتزون 5 كان غالبا بتتعامل فيه كينيا بعد التطور اللي حصل لدول منابع النيل وكان أهمهم طبعا رواندا اللي حصل فيها طفرة كبيرة في كل شيء الحقيقة مش في الرياضة بس رواندا بقت من الدول البروميسين جدا على مستوى العالم فبدأت تستضيف تصفيات كينيا برضو مصر النهاردة بقت أغاندا أغاندا بقى عندها ملعب حلو بدأت تستضيف زون 5 فهي زون 5 بالنسبة للرجال والسيدات مش موضوع سهل كان زمان بيتأهل أول زون 5 بعد ما زون 5 حصل فيه طفرة دي بقى بياخد أول وتاني ده بالنسبة للرجال والسيدات بعد التطفرة كبيرة اللي حصل فحصل طبعا طفرة كبيرة جدا للموضوع ده وكزون 5 في الباسكت نفس الكلام بس كورة اليد احنا الحقيقة مش الموضوع بالنسبة لنا ما بيبقاش فيه تصفيات لأن كورة اليد ده عمدا بالنسبة للرجال والسيدات مصر رنك بتاعها كويس فبتتأهل عبطوت أفريقيا على طول ما بتحتاجش زي السلة مطشاط تصفيات لا ما فيش كده والطائرة فيها فيها زون 5 فيها تصفيات بتبقى زون 5 وبرضو نفس الكلام بيصدموا بكينيا بس الموضوع في الطائرة في الطائرة بيبقى أسهل طيب نطلع للفاصل يا جماعة بتهيالي قبل الخبر ده طب أعزائي المشاهدين هنطلع للفاصل يمكن عندنا باقي من الأخبار مع كورة الطائرة وأيضا أخبار كثيرة محلية ولكن بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر